في صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 92 باب الميت يسمع خفق النعام الميت عندما وضعتموه في قبره هؤلاء الذين شيعوه نعالهم تخفق هذا الميت يسمع خفق النعام هذا مول كافي هذا الصحيح البخاري أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله تعالى الميت يسمع خفق النعام ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يسمع خطابنا هذا معقوب ويذكر هناك رواية وفي ضمن هذه الرواية حتى أنه يعني الميت يسمع قرآن نعاله الميت يسمع والنبي لا يسمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر